السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصفة الثالث التجاري شعب الشؤون القانونية معاكم أستاذ محمد عرفات إن شاء الله هنشرح النهاردة مادة اللوايح المالية والإدارية هنشرح الكسم الثاني اللي هو اللوايح المالية موضوع حلقة النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيه عن الموازنة العامة هناخد التعريف والمبادئ والأهمية والخصائص ونعرف طبعا المواعيد بتاعة الموازنة العامة نخش كده على طول على الحلقة بتاعتنا ونعرف هنبدأ بإيه هناخد أول حاجة كده النهاردة تعريف حاجة اسمها اللايحة هناخد اللايحة تعريفها بشكل عام إيه هي اللايحة؟ هي مجموعة القواعد والتعليمات التي تنظل النشاط معين ويجب اتباحها عند إجراءه يعني أول ما قولك كلمة لايحة العطول تلقائي تعرف إن هي مجموعة قواعد وتعليمات لأننا كلمة لايحة دي هنذكرها كتير جدا في اللوايح المالية فأولا ما قولك كلمة لايحة بتعرف لها مجموعة قواعد وتعليمات القواعد والتعليمات دي مالها أنا بحطها عشان أنظم نشاط معين وعشان أنظم نشاط لازم أن أتبع هذه اللايحة زي ندي مثال مثلا بسيط يعني هو بعيد عن الجزئية بتاعة الموازنة بس مثلا ندي مثال بسيط أنا دخلت الفصل عشان أشرح وعشان وصل المعلومة للطالب اللايحة قدامي طبيعي لازم أن أقول له إيه في التليفون التليفون ما يطلعش كله يبقى قاعد محد يشوف مكانه كله يكتب معي كله ينتبه لي وانا بشرح الفكرة أن أنا بحط مجموعة قواعد عشان أقدر أنظم النشاط اللي أنا هقوم بيه النشاط بتاع اللي أنا هوصل المعلومة للطالب وأشرح له داخل الفصل يبقى هو التعريف اللائح يبقى هي مجموعة القواعد والتعليمات التي تنظم نشاط معين ويجب اتباع اتباع هذه القواعد والتعليمات عند إجراءه بعد كده نخش بقى على اللايحة بتاعة أو لائحة الموازنة والحسابات إيه لائحة الموازنة والمحسابات هي المرجع الأساسي لبيان التعليمات التي تحكم النظام الحكومي المرجع الأساسي اللي بيعرفني التعليمات اللي بتحكم النظام بتاع الحكومة زايد تتضمن كافة التعليمات والقواعد يعني داخل هذه اللائحة اللي هي بتاعة الموازنة والحسابات داخل هذه اللايحة موجود تعليمات وقواعد مالية بتنظم أعمال الصرف والتحصيل والرقابة احنا أصلا في الموازنة العامة بتاعتنا هنتكلم فيها عن حاجتين هنتكلم عن إيراد وهنتكلم عن نفقات فلائحة الموازنة والحسابات دي هتتكلم معي عن هتعرفني إيه هي الإيرادات اللي بتيجي للدولة وإيه هي النفقات وإزاي بنعمل الموازنة عموما بشكل عام بعد كده تعريف الموازنة احنا غدى لائحة الموازنة وقلت أول طبعا ما قولك كلمة لائحة الموازنة يبقى مجموعة كواعد وتعليمات بتنظم مثل إيرادات والنفقات طب يعني إيه كلمة موازنة؟ هي تقرير مفصل ومعتمن للنفقات والإيرادات لمدة مقبلة من الزمن أنا ما بجأة أقولك كلمة موازنة أنا بعمل حاجة تأديرية للإيرادات يعني الفلوس اللي جايالي والنفقات الفلوس اللي أنا أصرفها على فكرة وارد جدا أنا بدلا ما أقول كلمة نفقات أقول استخدامات أو أقول مصرفات يبقى أنا بعمل موازنة تقرير مفصل ومعتمد للنفقات أنا أصرفها وإيرادات هتجيلي لمدة مقبلة من الزمن وكمان شوية نعرف المدة الدين والمدة طبعا كده كده تبقى سنة لأن أي موازنة عامة بتتعمل لمدة إيه؟ سنة طيب يبقى هي تقرير مفصل ومعتمد للنفقات والإيرادات لمدة مقبلة من الزمن خلي بالك أنا هنا بعمل حاجة تقديرية يعني الموضوع اللي عندي حاجة تقديرية بتوقع إيه اللي هيجي للسنة الجاية وإيه اللي أنا أصرفه زي مثلا أنت في البيت لك مصرف فأنت بتتوقع هيجي لك قد إيه مصرف وارد يزيد وارد يقل وبتتوقع برضه هتصرف إيه؟ فبتبتدي تعمل لنفسك موازنة بحيث تقدر تكمل باقي الشهر وما تطلعش في الآخر مثلا مدين بفلوس أو عليك فلوس أو عندك عجز فدوة موضوع الموازنة طيب إيه بقى الموازنة العامة للدولة؟ تعريف الموازنة العامة للدولة احنا خد كده تعريف الموازنة بشكل عام بعدك تعريف الموازنة العامة للدولة هي البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مجبلة لتحقيق أهداف محددة برنامج مالي للخطة عن سنة مالية مجبلة خلي بالك الموازنة لازم أن تكون مطفقة مع الخطة بتاعت الدولة يعني أنا بتوقع الإرادة والنفقات اللي جايالي لمدة مجبلة من الزمن ولازم لما حط الخطة بتاعت الدولة تكون مطفقة مع الإرادات والنفقات اللي جايالي لأن أنا ممكن أحط مثلاً لخطة أن أنا عايز أعمل مشاريع كتير جداً جداً وأنا في الآخر الموازنة بتعمل لي عجز ما بيتبقاش معي فلوس ما عنديش فائد ده أنا على طول عندي عجز هل لو أنا دايماً في الموازنة بتاعت فيه عجز هقدر اعمل اي مشاريع هقدر مثلا المشاريع زي مثلا مدارس مستشفيات ماقدرش طبعا اعمل حاجات دي كلها لان ساعتها يكون عندها عجز فلازم لما تيجي تحط الموازنة تكون الموازنة متفقة مع الخطة بتاعة الدولة طيب فيه بعد كده خصائص الموازنة العامة الموازنة العامة ليها اهمية وليها خصائص الخصائص بتاعتنا واحد الارتباط الوثيق بين الموازنة العامة للدولة والخطة زي ما نقولت لك في التعريف لازم تكون الموازنة متفقة مع الخطة بتاعة الدولة طيب باعتبار طبعا الموازنة هي البرنامج المالي للخطة زي ما احنا قلنا اتنين يجب ان تكون لفترة زمنية محددة وهي سنة لما باجي اعمل موازنة الموازنة لازم ان تكون لمدة سنة سنة واحدة وسنة كمان مجبلة من السنة سابقة لان انا عندي حاجتين فيه حساب ختامي وفيه موازنة الموازنة بتعمل قبل بداية السنة والحساب الختامي بتعمل في نهاية السنة طيب يبقى منقول يجب أن تكون لفترة زمنية محددة والفترة بتاعتها إيه سنة إيه الفكرة بتاعتها أصلا فترة زمنية السنة عشان تغطي جميع المواسم اللي موجودة في السنة ماينفعش أبقى عمل أي يعني مثلا ست شهور بس أو تسعة شهور بس لازم تكون غطت كل المواسم اللي مرت علينا في السنة طيب في بعد كده الموازنة العامة للدولة تعتبر تقديرات للسنة المالية المجبلة يبقى أنا بتوقع اللي هيحصل اللي هيجيلي السنة الجاية واللي أنا هصرفه للسنة الجاية فيه بعد كده أمية الموازنة العامة إيه الأهمية بتاعت الموازنة العامة؟ واحد تعتبر وثيقة من أهم وثائق الدولة بناء على الموازنة الدولة بتقدر تعرف إيراداتها إيه ونفقاتها إيه والفلوس اللي جاية إيه والفلوس اللي هتصرف إيه وكل مثلا مشروع أو كل وزارة من الوزارات هتصرف كام ومحتاجها مصاريف كام فتعتبر وثيقة من أهم الوثائق بتاعة الدولة اتنين وظيفة من أهم وظيفة السلطة التشريعية لأن المسؤول عن وضع الموازنة العامة واعتمادها مجلس الشعب اللي هو السلطة التشريعية رقم 3 لها دور ركابي وتخطيتي إلى جانب دورها المالي والاقتصادي الموازنة لها دور ركابي وتخطيتي وليها دور لجانب دورهاها طبعا المعروف اللي هو الدور المالي والاقتصادي وعلى فكرة دايما النوطة دي بيتيجي دايما فأكمل يقول لك مثلا الموازنة لها دور ركابي وتخطيتي إلى جانب دورها نقط ونقط فطبعاً تبقى عارف أنها المالي والاقتصادي يبقى دي الأهمية الموازنة العامة طيب قلنا برضو أن الموازنة لها أهمية وقلنا لها خصائص وذكرناها فيه بعد كده المبادئ التي بتحكم الموازنة العامة لما بأجي حط موازنة عامة هناك مبادئ لازم أمشي عليها لازم تكون موجودة المبادئ دي موجودة في الموازنة لهم التمانية اللي احنا نقولهم دلوقتي على الشاشة وفيه بعض المبادئ دي موجودة في الحساب الختامي بس مش كلها أولاً هنقول المبادئ هم تمانية واحد سنوية الموازنة طبعاً أنا هشرح كل مبدأ من المبادئ كمان شوية وهنشرح كل واحد بالتفصيل بس بداية كده نقول المبادئ بتاعتنا واحد سنوية الموازنة اتنين شيوع الموازنة وهناعرف طبعاً ماعني ده كله تلاتة عمومية الموازنة أربعة دقة الموازنة 5. مرونة الموازنة 6. وحدة الموازنة 7. مبدأ وضوح الموازنة 8. توازن الموازنة يبقى أنا هذكر في المبادئ بتاعة الموازنة العامة 8 مبادئ عندي هناخد مبدأ مبدأ ونقدر نعرف بيحكوا في إيه؟ أو معانيهم إيه؟ أول حاجة مبدأ سنوية الموازنة يعني إيه مبدأ سنوية الموازنة؟ لما بتيك تحط الموازنة لازم تعملها لمدة إيه؟ سنة واحدة طبعاً بتبدأ من أول يوليو وتنتهي في يوليو يعني بتبدأ من واحد سبعة لأنه معروف أن السنة المالية للقطاع الحكومي بتبدأ طبعاً من واحد سبعة وتنتهي تلاتين ستة فلازم نكون عام الموازنة تقعد معي لمدة إيه؟ سنة كمان عشان إيه؟ عشان تغطي جميع المواسم اللي عندي زي ما احنا شايفين كده على الشاشة تصدر الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية تبدأ من أول يوليو وتنتهي نهاية يوليو من العام حتى تغطي جميع العوامل الموسمية التي تؤثر على الإنفاق العام وعلى الموارد العامة يعني كده هتلم كل العوامل الموسمية اللي حصلت عندي تمام؟ ألا تؤثر على الإنفاق العام وعلى الموارد العامة يعني هتأثر على الفلوس اللي أنا يعني التأثير بتاعها اللي أنا هصرفه والفلوس اللي إيه اللي هتجيلي سواء موارد أو نفقات طيب فيه بعد كده المبدأ التاني مبدأ شيوع الموازنة لما ماجه حط الموازنة لازم أن تكون الموازنة شائعة كلمة شائعة يعني ما ينفعش أحد إراد معين لنفقة معينة لا يعني أنا طبعاً بيجي لي إرادات للدولة الإرادات زي مثلاً الدرايب زي مثلاً قناة السويس بيجي منها إراد زي السياحة عندي بيجيب إرادات زي مشاريع اللي هي الشركات والمصانع اللي الدولة بتعملها هي كمان بيجيب إرادة فدي إرادات جاية طيب الإرادات دي عرفناها في نفقات أنا ممكن أصر فلوس هعمل طرق هعمل مثلاً كباري هعمل مستشفيات هعمل مدارس يعني هعمل مشاريع للدولة فدي اسمها نفقات طيب ينفع أحد دي أقول مثلاً الفلوس اللي هجي لي من الدرايب أصرفها على أبني بيها مدارس أو أصرفها على التربية والتعليم والفلوس اللي هجي لي مثلاً من السياحة أصرفها على الصحة لا طبعاً أنا بجمع الفلوس كلها على بعضها وببتدي أشوف كل مثلاً وزارة من الوزارات محتاجة إيه وابتدي أحدد النفقة بتاعتها إنه ما منفعش إن أنا أروح جايب مثلاً الدرايب أقول أنا أصرفها على التعليم طب نفترض درايب جابت مبلغ كبير جداً والتعليم مش محتاج ده كله نفترض مثلاً السياحة جابت مبلغ كبير جداً والصحة مش محتاج ده كله هل ينفع خصص طب مثلاً ممكن برضو تيجي لي مثلاً مشاريع تيجي لي مبلغ قليل والأمن محتاج مبلغ كبير أروح جايي مثلاً مد الأمن المبلغ الصغير ده أكيد لا طبعاً فالقانون قالك لا لازم أن تكون شائعة يعني جمع كل الإرادات مع بعض وبتدي شوف كل وزارة من الوزارات محتاجة قد إيه وبتدي أصرف الفلوس يبقى هنقول مبدأ الشيوع الموازنة أي أن تكون الموارد العامة والنفقات العامة شائعة بحيث لا يخصص إرادة معين لخدمة معينة أو نشاط بالذات تالت مبدأ عندي مبدأ عمومية الموازنة مبدأ عمومية الموازنة اللي عندي لابد أن تشمل الموازنة على كفة الموارد التي يقتضي الأمر تحصلها يعني أنا لما بجعمل موازنة الموازنة لازم أن تكون شاملة جميع الإرادات بتاعت الدولة وجميع النفقات أنا مش بعمل أكتر من موازنة أنا بعمل دولة موازنة واحدة فقط لغير فالموازنة دي لازم تكون شاملة كل الإرادات بتاعت الدولة وشاملة كل النفقات عشان كده بنتبق مبدأ بيسمى مبدأ عمومية الموازنة فيما معناه لابد أن تشمل الموازنة على كافة الموارد التي يكتضي الأمر تحصلها وعلى كافة الاستخدامات التي تطلب الأمر إيه؟ انفقع يعني يكون شاملة كل شيء فيه بعد كده مبدأ دقة الموازنة هنا مش مقصود الدقة أن المبلغ يعني اللي أنا هتوقعه هيجي لي يكون بالزبط ولا أن المبلغ اللي أنا هصرفه يكون بالزبط لا أنا ماينفعش أصلاً محدش يدر يتوقع هيجي قد إيه من السياحة ولا هيجي قد إيه مثلاً من الدرائب محدش يدر يتوقع حاجة زي كده انت تتوقع إلاما ما تقدرش تقول بالزبط المبلغ كام انت ممكن مثلاً نديم سؤال أنا هيجي لي مثلاً السنة الجاي فلوس مثلاً من 10,000 إلى 15,000 أنا بتوقع حاجة تقديرية من كذا لكذا أنا منفعولي أنا جاي للسنة الجاي 10,000 بالزبط أنا جاي للسنة الجاي 15,000 بالزبط أكيد لا طبعاً فانا هنا بأعمل حاجة تقديرية فلما بتيجي تعمل موازنة لازم تكون فيها الدقة يعني ايه هنا المقصود بالدقة الواقعية اكون شخص واقعي يعني مثلا ما ينفعش مثلا في زمن الامراض اللي احنا موجودين فيه حاليا مثلا زي الكورونا ما ينفعش ان انا اجا اقول السياحة هتجيب للسنة الجاية مبلغ كبير قوي واقول المبلغ ازاي طب ما هيفرد مثلا ان الكورونا استمرت معنا ايه اللي هيحصل في الحالة دي هيحصل ان الاراضة هيقل هيحصل ان السياحة هتقل طبيعي لان السياح مش هيجل لان ما فيش سفر لان مطارات مقفولة فانا لازم لما يجي احط الموازنة اكون عندي واقعية في الكلام اللي انا بقوله فتعالا نقول كده مبدأ دقة الموازنة كده يقصد بهذا المبدأ ان تتسم تقديرات النفقات والموارد العامة بالدقة اللازمة وليس المقصود بالدقة هي الدقة في العمليات الحسابية انا مش مقصود هنا بالفلوس بالزبط لا بل ان تتسم تقديرات الموازنة العامة مصروفا وارادات بالواقعية لانه اذا كانت التقديرات غير دقيقة سيؤدي ذلك الاتخاذ قرارات خاطئة كما ان نتائج التنفيذ سوف تكون غير ايه دقيقة طبعا انا برضو لو ما كنتش واقعي في توقعي للفلوس اللي اجيله فلوس الاصرفة انا ممكن اتوقع اجيل مبلغ كبير جدا واعمل حسابي وحط خطة للدولة على اساس المبلغ ده وفي الاخر ما يجلش المبلغ ده ففي النهاية اللي يحصل عندي عجزة ويحصل مشاكل كتير جدا داخل الدولة والقرارات طبعا اكيد اللي اجا اخدها فيما بعد هتوبا قرارات كلها ايه قرارات خاطئة لان مبنية على عدم الواقعية وعدم الدقة فيه بعد كده مبدأ مرونة الموازنة مبدأ المرونة المرونة هي السهولة في تنفيذ الموازنة ومراعاة الاحتمالات خلال السنة المالية وامكانية مواجهة الاحتمالات لما اجي احط الموازنة لازم ان يكون فيها مرونة يعني انا ما ينفعش حدد المبلغ بالزبط ما ينفعش حدد النفقة بالزبط انا لازم ان اكون سابق الامور يعني ايه من كزا لكزا هيجيلي من 1000 ل2000 هيصرف مثلا من 1000 ل2000 انما ما اجيش اقول مبلغ معين بذاته فلازم ان تكون الموازنة ايه فيها مرونة طيب ايه بالمرونة هي السهولة في تنفيذ الموازنة ومراعاة الاحتمالات خلال السنة المالية وامكان مواجهة الاحتمالات طيب انا عشان احقق المرونة دي هناك اساليب والاساليب دي مهمة جدا اساليب تحقيق المرونة بالموازنة الاساليب بتاعتي واحد امكانية النقل خلال السنة من اعتماد دي وفر الى اعتماد اخر به نقص يعني انا فيه مثلا وزارة وزارة اخدت مبلغ كبير كانت وزارة المالية محددة ان الوزارة دي وزارة مسل تربية وتعليم هتاخد مبلغ معين جاءت الوزارة التربية وتعليمي مش محتاجة المبلغ ده كله فاتوفر عندها فلوس وجينا عند وزارة الصحة مثلا كانت محتاجة مبلغ كبير جدا والفلوس اللي عندها كانت قليلة فهننقل من اعتماد كان به نقص الى اعتماد اخر به ايه وفر طيب نمرة اتنين ادراك اعتماد اجمالي لمواجهة مصرفات غير متوقعة او غير متاثرة برضه في المصدر لازم انا حط مبلغ كده اكني بحط احتياطي على جنب لو حصلت عندي اي عجزة او اي او حصلت عندي ظروف وانا غير يعني مش متوقحة ابي اعمل حساب ان في مبلغ انا حطه على جنب هستفيد منه وهستخدمه رقم ثلاثة يمكن تضمين الموازنة العامة تأشيرا يجد بزيادة الاستخدامات خلال السنة اذا زادت الاراضات طيب انا توقعت اللي هيجيلي وتوقعت اللي هصرفه طيب اللي جايلي كتير اكتر من اللي انا توقعته وانا كنت اعمل حسابي على نفقات على حسب الفلوس اللي هجيلي اللي هي القليلة طيب انا جايلي مبلغ كبير فقال لك ممكن نحط في الموازنة مبدأ كده ان ايه نحط تأشيرا كده بسيطة يبيني تقول لي يعني لو زادت عندك الاراضات زود الاستخدامات مفيش مشكلة يعني حاطت باندي كده على جنب اللي هو لو الاراضات بتاعتك زادت مفيش مشكلة لو زودت الاستخدامات عن اللي انت كنت قايل عليه فده هو تالت حاجة من اساليب تحقيق مرونة الموازنة فيه بعد كده المبدأ السابع مبدأ وحدة الموازنة انت لما بتجي تعمل الدولة يعني موازنة انت بتعمل كم موازنة هي موازنة واحدة ايه يكون للدولة موازنة واحدة تحتوي على كافة النفقات في جانب وكاف الاراضات في جانب ايه اخر يبانا لما باجأ اعمل موازنة للدولة انا بعمل هي موازنة واحدة بتشمل الاتنين الاراضات والنفقات يعني الاتنين موجودين داخل موازنة واحدة جانب فيه الاراض اللي جايلي وجانب فيه النفقات اللي انا هصرفها فيه بعد كده مبدأ وضوح الموازنة الموازنة لما تيجي لازم تكون موازنة وطهة لما بنيجي نعمل موازنة لازم ان تكون متأسمة الى ابواب تقسيمات تكون وطهة بعيس أي حد يقدر يطلع الموازنة يقدر يفهم اللي فيها يقدر يعرف تعليم خد كام الساحة خد كام الأمن خد كام وكل مثلا قطاعات الموجودة في دولة كل قطاع منهم أخد كام فهنا مبدأ وضوح الموازنة أي أن تتسم الموازنة العامة بالوضوح الكافي الذي يمكن أن تفاهم محتوىاتها بناء على ذلك لا تدرج اعتمادات الموازنة العامة مجملة بل تبوب وتقسم إلى أبواب خلي بالك أنا ما نفعش أقول إيه أنا جالي إراد مثلا يعني مثلا مليار جنيه من غير ما أقول المليار دي جات لبنين بالزبط لا لازم أن أقول والله الساحة عادت علي بكام الدرايب جابت لي قد إيه المشاريع المصانع والشركات اللي عملتها الأرباح اللي عادت عليها قد إيه بالزبط يعني لازم أخدد الفلوس دي جات لبنين بالزبط وكل قطاع زودني قد إيه بالزبط لذلك لما أجسر في الفلوس ما ينفعش أنا صرفت مبلغ كبير وخلاص مليار جنيه أيوة على إيه لا لازم أن أقسم والله صرفت على التعليم مبلغ معين صرفت على الصحة مبلغ معين صرفت على الأمن مبلغ معين يبقى لازم أن تكون الموازنة اللي أنا عادتها تعتمد على مبدأ بيسمى مبدأ وضوح الموازنة فيه بعد كده مبدأ توازن الموازنة مبدأ توازن الموازنة هي بص مش بيقولك تساوي الموازنة هو بيقول توازن يعني دايما لما نجي نحط الموازنة خلي الإرادات قريبة من النفقات أو النفقات قريبة من الإرادات يعني بحيث لا يحصل عجزك كبير قوي ولا يحصل فائد كبير قوي خلي الاتنين قريبين من بعض فمبدأ توازن الموازنة يكتدي هذا المبدأ بأن تكون النفقات العامة للدولة في حدود مواردها يعني لما تيجي تصرف فلوس أصرف على قد الموارد اللي عندك أكيد طبعا الدولة بتبقى عندها خلفية عن الموارد بتاعتها ووارد كل موارد ببعرفين ممكن هيجيب كام أو بنتوقع هيجيب كام بالزبط فلما أجي حدد النفقة أحددها بناء على الموارد اللي هيجيلي تمام؟ فإن لم تتوازن الموازنة العامة فسوف تؤدي إلى إيه بقى؟ واحد وجود عجز في الموازنة العامة أي أن الموارد لا تكفر تغطية النفقات العامة طبعا لو أنا ما حصلش عندي توازن وارد يحصل عندي عجز في الموازنة أي أن الموارد لا تكفر تغطية النفقات يعني الموارد اللي جاتلي مش هتغطي النفقات وانا عامل حساب على نفقات كبيرة ففي الاخر هيحصل عجز كبير اتنين وقت برضو تؤدي الى وجود وفر في الموازنة اي ان الموارد تزيد عن نفقات يعني جات لي موارد كتير والنفقات اللي انا صرفتها قليلة فلا هو بيقولك لما تيجي تعمل موازنة احنا مش عايزين يتبقى معنا في الاخر وفرة كبيرة او يتبقى معايا فلوس كتيرة والكلام ده كله حتى لو زادت الموارد عندك ممكن تزود الاستغرامات بحيث يبقى الاتنين في يوم بينهم ايه توازن في بعد كده هنخش على اقصام الاستخدامات الدولة اقصام الاستخدامات ديت اللي هي النفقات او المصرفات بتاعة الدولة زي ايه النفقات اللي الدولة بتصرفها انا ممكن نقول عليها اقصام الاستخدامات او النفقات او المصرفات يعني خلي بالك لها كده تلت معاني استخدامات ومصرفات ونفقات طب تعالى نعرف اقصام استخدامات الدولة بتنقسم لنوعين استخدامات جارية واستخدامات رأس مالية استخدامات جارية جارية يعني كل شوية خلي بالك دايما لما عشان تحفظها بسرعة لازم تفهم معناها استخدامات جارية جارية يعني كل شوية كل شوية فعلى طول طبيعي التتوقع إيه اللي الدولة بتصرفها كل شوية أجور ومرتبات الموظفين اتنين استخدامات رأس مالية استخدامات رأس مالية اللي هي دولة مش بتصرفها كل شوية يعني الدولة بتدفع فلوس عشان خاطر تعمل مشروع تستثمر في مشروع معين هل كل يوم بنبني المشروع ده هل كل يوم بنصرف على المشروع ده أكيد لا طبعا فدي اسمها استخدامات رأس مالية هي مش بتتصرف على طول دايب تتصرف على حسب هعمل مشروع جديد هجدد مشروع كان موجود عندي ولا لا طيب تعال بقى ناخدهم واحدة واحدة تتكون الاستخدامات الجارية او هنعرف بس حاجة الاول ايه هي الاستخدامات الجارية الاستخدامات الجارية هي المصرفات المتكررة التي يتم صرفها على مدار السنة لخدمة اغراض العمل اللي استمارسه الدولة وتحقيق ايه وتحقيق اهدافه هي مصرفات متكررة يعني كل شوية الدولة بتصرفها طب احنا قلنا زي ايه اللي ممكن كل دولة تصرفها كل شوية زي الاجرور المرتبات زي مثلا شفت كده عمدان النور اللي موجودة في الشوارع مش دي كهرباء وعايزة فلوس فدي برضو تعتبر ايه مصرفات جارية للدولة يبقى الاستخدامات الجارية هي المصرفات المتكررة التي يتم صرفها على مدار السنة لخدمة اغراض العمل اللي استمارسه الدولة وتحقيق ايه اهدافه طيب تتكون الاستخدامات الجارية من بابين الباب الاول اللي هو باب الاجور والباب التاني اللي هو باب المصرفات الجارية باب الاجور يتضمن كافة الاعتمادات المالية المقدر انفقه خلال السنة المالية لفئات العمين باجست الدولة بيتوقع طبعا او بيبقى عارفين احنا عندنا كام عامل والعمال دول بيقبضوا كام في السنة فبنتوقع يعني بنحدد ليهم المبلغ بتاعهم فدي بتسمى نفقات جارية كده كده هتتصرف نمرة اتنين باب المصرفات الجارية مصرفات جارية يتضمن كافة الاعتمادات المالية المطلوبة لاغراض العامة المتعلقة بالنشاط الجاري للدولة كالخامات والادوات الكتابية والمياه والانارة دي الحاجات مثلا للدولة بتستخدمها فيه لوزارات بتاعتها مثلا آلات ومعدات وخامات ومثلا الإضاءة والأنوار والحاجات دي كلها زي مثلا اللي موجودة في الطرق دي كلها مصريف المصريف دي كلها بنسميها مصرفات جارية يبقى انا كده عرفت ان الاستخدامات الجارية بتنقسم لنعين اجور وايه ومصرفات جارية طيب فيه بعد كده الاستخدامات الرأسمالية برضو من ضمن الاستخدامات انا قلتلك في استخدامات جارية وفي استخدامات ايه رأسمالية الاستخدامات الرأسمالية هي المبالغ التي تنفقها الدولة لاستثمار رؤوس اموالها الدولة بتصرف فلوس تعمل مشروع أو تجدد مشروع فهنا بنسميه استخدامات رأس مالية بتصرف فلوس عشان تعمل مشروع معين يعني بتشغل الرأس المال بتاعها في مشروع معين أكيد طبعا مش بتصرف كل شوية عشان كده موناش عليه جارية جارية دي ليه كل شوية أما هنا الفلوس اللي الدولة بتصرفها عشان تعمل مشروع فدي بنسميها إيه مصروفات رأس مالية برضو المصروفات الرأس مالية عندي بتتكون الاستخدامات الرأس مالية أو المصروفات الرأس مالية إلى بابين في عندي استخدامات استثمارية وعندي تحولات رأس مالية تعالوا نفهمه واحدة واحدة كده الاستخدامات الاستثمارية يتضمن كافة الاعتمادات المطلوبة للأعمال سواء كانت للإحلال أو التجديد أو استكمال المشروعات أو لو مشروعات جديدة يعني استخدامات رأس مالية أنا بصرف فلوس عشان أعمل إحلال وتجديد لمنشأة عندي أو بستكمل مشروع كان موجود فبكمله أو أن أنا ببنشأ مشروع جديد فهنا بنتسمى استخدامات استثمارية طب في عندي تاني اتنين التحولات الرأس مالية تحولات الرأس مالية فيما معناها هي فلوس الدولة تدفعها كان نفترض الدولة واخدى كروض من دول أو من أشخاص فأكيد هتيجي في وقت هتسدد هذا القرد كان قرد مثلا طويل الأجل اللي هو مثلا بيتسدد بعد عشر سنين تمام القرد دوت الدولة المفروض هتسدده طب لما بتيك تسدده مش ديبت اسمها مصاريف أو اسمها نفقات أو اسمها استخدامات طبعا بس هنا بنسميها تحولات رأس مالية يبقى يتضمن الاعتمادات الخاصة بأقصاط الكروض طويلة الأجل سواء المحلية أو الخارجية أو أقصاط عن مشروعات تم تنفيذها تسدد على مراحل زي برضو جبت مثلا شركة أجنبية بتعمل لي مثلا المترو أكيد هي اللي هتدفع الفلوس وبعد كده أنا هبتدي أسطل الفلوس على مراحل على سنين جاية فكل السنة اللي بدفع مبلغ من الأموال ويهم يبقى دي بتسمى مصرفات يعني أنا بدفع لهم الفلوس دي اللي هي أقصاط كتعلية فدي بنسميها إيه؟ تحولات رأس مالية طيب فيه بعد كده أقصام إرادات الدولة أنا كده خدت أقصام الاستخدامات اللي هي المصاريف والنفقات في عندي أقصام إرادات الدولة الإرادة بالله هي الفلوس اللي جاي إليه هنا طبعا في الكتاب ما ذكرش اليوم أي تعرفات خالص بس احنا نحاول نوضحها لك كده بمثال بسيطة شهر تدفع تفهمها أقصام إرادات الدولة واحد إرادات جارية وبرضو إرادات رأس مالية بخلي بالك لتين زي بعض بس الاستخدامات استخدامات جارية واستخدامات إيه؟ رأس مالية برضو نفس النظام عندي في الإرادات إرادات جارية وإرادات إيه؟ رأس مالية طبعا الإرادات الجارية عندي زي إيه؟ هي لها تعريف هي الإرادات التي تتحقق بصفة مستمرة نتيجة ممارسة الدولة لسلطتها طب تقدر تفهمها على طول كده من التعريف زي إيه الإرادات اللي بتتحقق بصفة مستمرة نتيجة أن دولة بتمارس السلطة بتاعتها زي الدرائب مش الدولة بتاخد من الأفراد درائب مثلا كل سنة يبقى دوت اسمه إراد ولا مش إراد إراد وإراد إيه جاري يعني كل سنة كل شهر يعني لازم المبلغ يتدفع للدولة زي الدولة مثلا عندها أراضي زراعية مثلا بتأجرها الناس اللي أجرها ده مش هيدفع كل سنة ولا كل شهر بيدفع إيجار يبقى ده إراد إيه جاري الإرادات الجارية تتكون من بابين الباب الأول الإرادات السيادية إرادات سيادية زي الدرائب والرسوم اللي الدولة بتحصلها منك وفي إرادات جارية وتحويلات إيه جارية الإرادات الجارية دي أو تحويلات جارية نفترض دولة مثلا كانت مأجرة أراضي مأجرة مثلا أماكن فبتاخد كل فترة إيه الإيجار بتاعها فده اسمه إراد جاري أو تحويلات إيه جارية بتتحول للدولة فيه بعد كده عندي إرادات رأس مالية الإرادات الرأس مالية زي الإرادات الرأس مالية المتنوعة عندي إرادات الرأس مالية أصلا متنوعة كتير جدا زي إرادة يجري دولة من المشروع اللي عملته مش هي استثمارت فلوسها من فترة وعملته في مشروع معين المشروع دو تشتغل وحقق أرباح الأرباح اللي جايلي دي تسمى إيه؟ إرادات رأس مالية إرادة جايلي من رأس المال بتاعي اتنين، إركروض والتسيلات الإقتمانية هي الدولة لو خدت كارد مش إراد آه هي كده كده هتسدده بعد فترة ولكن مش يعتبر حاليا في الفترة دي كارد أو يعتبر إراد فلوس جاي لك آه أنا مثلا جيت حصل عندي عجزي محتاج فلوس تلفت من واحد مبلغ من أموال لما خدت منه الفلوس مش دي تعتبر إراد جالي هو أنا هتسدده فيما بعد بس حاليا يعتبر إيه إراد فبيسمى كرود وتسهيلات إيه اقتمانية فيه بعد كده مراحل إعداد الموزنة لما بنيجي نعمل الموزنة بتمر بمراحل أربع مراحل عندي آه المرحلة الأولى الإعداد والمرحلة الثانية الإعتماد والمرحلة الثالثة التنفيذ والمرحلة الرابعة مرحلة الرقابة والمتابعة والحساب الختامي يبقى أول حاجة بعمل إعداد بعد إعداد الموزنة بعمل لها إعتماد وعلى فكرة الإعتماد تقوم السلطة التنفيذية بجميع المراحل ما عدا مرحلة الاعتماد لان التعماء الاعتماد من اختصاص السلطة التشريعية فقط لغير يبقى السلطة التنفيذية هتقوم بالاعداد وهتقوم بالتنفيذ وهتقوم برضو بالركابة والمتابعة والحساب الختامي ولكن بالنسبة ليه الاعتماد بيحصل من السلطة التشريعية فقط يبقى انا كده في الموازنة انا ما بيجي احطها بمر بارمع مراحل مرحلة اعداد انا بيحط البعمل الموازنة بعمل اعداد لها وابتدي أشوف إيه الموازنة وإيه احتياجاتنا وإيه اللي هيتصرف في السنة القادمة بعد كده بنعمل مرحلة اعتماد بنوديها في مجل الشعب بيعتمد هذه الموازنة بعد كده هنخش على مرحلة التنفيذ أولا بعد ما اعتمدها إيه اللي هيحصل هتبتدي طبعا تتنفذ وبعد التنفيذ وبعد نهاية السنة بنعمل عليها ركابة ومتابعة طيب في بعد كده هناخدهم بقى مرحلة مرحلة أول مرحلة عندي مرحلة الإعداد مرحلة الإعداد خلي بالك عشان فيه كذا هاجة لازم تعرفها هتحصل من مين وفي فترة قد إيه أول مرحلة مرحلة الإعداد حيث ستتولى وزارة المالية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة بعد دراسة مشروعات الموازنة المقدمة من الجهات المختلفة هو مين اللي هيعمل إعداد لهذه الموازنة أو مشروع الموازنة وزارة المالية بس وزارة المالية مش تعمله من دماغها لا طبعا كل وزارة من الوزارات بتقدم مشروع للطلبات اللي هي محتاجاها النفقات اللي هي تصرفها والفلوس اللي هي عايزها يعني بتحدد أنا محتاج كام وهصرف كام وابلغ وزارة المالية أنا وزارة البيئة وتعليم بلهم والله أنا في السنة الجاية أنا محتاج خدمات معينة ومحتاج أبني مدارس مثلا معينة ومحتاج مرتبات موظفين فبعرفهم أنا محتاج نفقات قد إيه وبعرفهم برضا أنا ممكن يجي لي إراد قد إيه لو هيعود عليه إراد لو عاد يعني أي مبلغ من الأموال عاد على الوزارة فبلغ ده كله مين لوزارة المالية كذلك برضو وزارة الصحة وزارة الأمن وزارة الدفاع كل وزارة من الوزارات بتبلغ مين بتبلغ وزارة المالية طيب وزارة المالية بعد كده بتعمل بقى تعد المشروع بتاع الموازنة وهتبتد طبعا تعرضه على رئيس الجمهورية وعلى مجلس الوزارة فنقول نمر اتنين ثم يعرض وزير المالية مشروع الموازنة العامة على مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على السلطة التشريعية اللي هو على مجلس الشعب بس أهم حاجة ده كله قبله بقى ديه بشهرين يعني كل وزارة من الوزرات هتقدم المشروع بتاعه لوزارة المالية بعد كده وزارة المالية هتعرض المشروع على مجلس الوزراء عشان مجلس الوزراء هيتبعرضه على السلطة التشريعية اللي هو مجلس الشعب بس أهم حاجة لما مجلس الوزراء يعرضه أو وزارة المالية يعرض الموازنة على مجلس الشعب تكون قبل بداية السنة المالية بشهرين طيب فيه بعد كده مرحلة الاعتماد مرحلة الاعتماد اللي هو بقى خلي بقى لك اقول لك مرحلة الاعتماد هتم منين من السلطة التشريعية بس الاول نقول له يقوم رئيس الجمهورية بأحالة مشروع الموازنة الى مجلس الشعب قبل بداية السنة المالية بشهرين يبقى احنا رئيس الجمهورية هيحيل مشروع الموازنة لمجلس الشعب قبلها بقدي أيه برضو قلنا بشهرين ويتم فيها مناقشة مشروع الموازنة وتنتهي باعتماد الموازنة يعني إحنا هنعرض على مجل الشعب ورئيس الجمهورية هيعرض على مجل الشعب الموازنة التي قدمت له وهيعرض على مجل الشعب هيبتدى مجل الشعب يناقشها وبعد ما يناقشها هيعتمدها ويصدق عليها عشان يبدأ مرحلة التنفيذ رقم 3 اللي هي مرحلة التنفيذ تالت مرحلة عندي من المراحل اللي أنا مريت بي أنا قلت مريت بالتنفيذ ثم مريت بالوضع الموازنة بعد كده الاعتماد بعد كده إيه التنفيذ مرحلة التنفيذ يتم فيها مراعاة القوانين واللواح والتأشيرات العامة والقطب الدورية الصادرة بشأن الموازنة العامة طبعا في مرحلة التنفيذ أنا هرعي القوانين إزاي نفزها هرعي القوانين واللواح أنا قلت لك قبل كده اللي اخدنا لقيحة الموازنة العامة صح؟ لقيحة الموازنة والحسابات أنا ما نفس من النفس ما نفس بمزاجي أنا برجع للقوانين واللوايح وأشوف هتتنفذ إزاي وأعرف طبعاً القتب الدورية إيش اللي هي الصادرة بشأن الموازنة العامة هعرف بتنص على إيه وبتطبق الموازنة إزاي وننفذها إزاي ونتطبقها إزاي طيب آخر مرحلة خلصنا الموازنة حطينا الموازنة وبعد كده اعتمدناها وبعد كده نفذناها بعد نهاية السنة هيحصل إيه؟ أكيد هيحصل ركابة فهناخد رابع مرحلة مرحلة الركابة والمتابعة والحساب الختامي مرحلة الركابة والمتابعة والحساب الختامي حيث يخضع تنفيذ الموازنة العامة للركابة المالية لازم نعمل طبعاً بعد نهاية السنة هنعمل ركابة على الموازنة ففيه ركابة قبل الصرف وفيه يقوم بها ممثل وزارة المالية بالجهات وفيه بعد الصرف ويقوم بها الجهاز المركزي للحسابات خلي بالك أنا عندي نوعين من ركابة ركابة قبل الصرف وركابة بعد الصرف الركابة اللي قبل الصرف بيكون بها ممثل وزارة المالية دي اللي هي قبل الصرف أما بعد الصرف خلي بالك برضو أنا أقول لك ممثل وزارة المالية بالجهات لأن مثلا في وزارة التعليم هتلاقي فيها ممثل عن وزارة المالية في وزارة الصحة فيها ممثل عن وزارة المالية في وزارة مثلا الداخلية هتلاقي برضو فيها ممثل عن وزارة المالية فهنا بيحصل مرأبة أو متابعة قبل الصرف من الممثل الموجود داخل هذه الوزارة هو الممثل ده تابع وزارة المالية طيب بعد كده بعد الصرف ويكون بها الجهاز المركزي للمحاسبات طبعا بعد الصرف هيحصل رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات ويقدر يعرف بها كل وزارة صرفت كام وجالها كام ويتبقى كام ونقدر نعرف الإرادات كتأديه والنفقات أديه بالضبط لأن ساعتها الجهاز المركزي للمحاسبات هيعمل حاجة اسمها حساب ختمي فيه بعد كده مواعيد مراحل دورة الموازنة العامة للدورة تعالا بقى نعرف المواعيد بقى بتاعتنا أنا قلت لك أول حاجة هيحصل أن كل وزارة من الوزارات هتقدم إلى وزارة المالية المشروع بتاعها احتياجاتها إيه للسنة الجاية يعني كل وزارة بتعمل لها موازنة خاصة بيها وتبعتها لوزارة المالية وبعد كده وزارة المالية هتعرض الموضوع على مجلس الوزارة وعلى رئيس الجمهورية وبعد كده هيمهده بعرضه على مجلس الشعب أكيد الموضوع ده كله بيمر بمدد معينة يعني مش كل وزارة تعمل لها عزاب بمزاجها في أي وقت لا طبعا لها مدة معينة وبرضو الرئيس اللي احنا قلناها من شوية اللي هو المجلس الوزارة ورئيس الجمهورية بيعرضها على مجلس الشعب وعرفنا أن هي قبلها بشهرين فأكيد برضو في مواعيد معينة تعال نعرف المواعيد بتاعتنا دي كلها واحد تقدم الجهات مشروع موازنتها إلى وزارة المالية قبل بدء السنة المالية بأربع شهور على الأقل يبقى كل وزارة من الوزارات لازم تقدم إلى وزارة المالية مشروع الموازنة بتاعها أو الخاص بيها تقدمها قبل بداية السنة المالية بأربع شهور يعني قبل أن السنة المالية تبدأ بأربع شهور دي أول حاجة بعد كده طبعا قلنا هيعرضوا على وزارة المالية ووزارة المالية تعرضوا على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية بعد كده قلنا وزارة المالية ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية هيعرضوا الموضوع ده كله أو الموازنة على مجلس الشعب قبل بداية السنة المالية بقدي إيه بشهرين يبقى كده قلنا خلي بالك المدد أربع شهور وبعد كده قلنا شهرين فيه بعد كده اعتماد الموازنة العامة قبل السنة المالية أكيد طبعا مش أنا قلت من المراحل وضع الموازنة اعتماد الموازنة العامة أكيد الاعتماد هيحصل إمتى؟ قبل بداية السنة المالية يعني أنا هاعتمد يعني هوافع عليها وخلاص كده المعتمد على اعتمدتها فكده خلاص أنا بتيت انطبقها يبقى الاعتماد هيتم قبل التنفيذ أكيد أو قبل بداية السنة المالية تالت حاجة اعتماد الموازنة بعد ما قلناها اعتماد الموازنة رابع حاجة بدء تنفيذ الموازنة العامة أول السنة المالية هنبتدي بعد طبعا بعد الاعتماد هيحصل إيه؟ تنفيذ والتنفيذ هيبدأ إمتى؟ مع بداية السنة المالية يعني مع بداية شهر سبعة طيب فيه بعد كده رقم خمسة إحالة الحساب الختامي لمجلس الشعب والجهاز المركزي للمحاسبات في مدى التسعة أشهر من انتهاء السنة المالية في حساب ختامة هيحصل يعني إحالة الحساب الختامي لمجلس الشعب والجهاز المركزي في خلال دي من نهاية السنة المالية في خلال تسعة شهور من نهاية السنة المالية لازم هيحصل إحالة الحساب الختامي بتاع الجهاز المركزي لحسابات و بتاع مجلس الشعب هيحصل إحالة ليه في خلال تسعة شهور من نهاية السنة المالية آخر حاجة بقى هيحصل إيه؟ الجهاز المركزي أكيد هيقدم التقرير بتاعه عن الحساب الختامي اللي هو عمله صح كده؟ فلازم الجهاز المركزي يقدم التقرير في خلال 11 شهر من نهاية السنة المالية يبقى تقديم الجهاز المركزي المحاسبات تقريره عن الحساب الختامي إلى مجلس الشعب في موعد أقصى 11 شهراً من انتهاء السنة المالية يبقى لازم في خلال 11 شهر هيقدم الحساب الختامي بتاعه في بعد كده مقارنة بقى ما بين الحساب الختامي والموازنة احنا طبعاً اتكلمنا عن الموازنة بشكل مفصل وعرفنا ايه هي بالضبط طب ايه الفرق ما بين الموازنة وايه ما بينها وما بين الحساب الختامي احنا قلنا في تعريف ان الموازنة دي هي حاجة تقديرية مش حاجة أكيدة يعني انا بتوقع ايه اللي هيجيلي لمدة سنة جاية هتوقع ايه اللي انا هصرفه انا بقولش حاجة أكيدة عكس الحساب الختامي أنا مش بتوقع أنا عرفت إيه اللي جال بالزبط وإيه اللي أنا صرفته بالزبط لأن الحساب الختامي بيحصل في نهاية السنة فأنا أكيد طبعاً بكون عرفت جال إرادة دي إيه وصرفت فلوس قد إيه فدوة الفرق ما بينهم أول فرق يبقى واحد بالنسبة للموازنة هي حاجة تقديرية حاجة أنا بقدر لإرادة والنفقة أما الحساب الختامي هي حاجة تفصيلية عرفت إيه اللي جالي بالزبط وعرفت إيه اللي أنا صرفته بالزبط كذلك الحساب الموازنة العامة بتتعمل قبل بداية السنة يعني أنا بتوقع إلا هيحصل لسنة مقبلة أما الحساب الختامي أنا عرفت اللي جالي السنة سابقة يعني عرفت اللي جالي قبل كده السنة اللي فاتت يبقى ديه قبل السنة وديه في نهاية الايه السنة يبقى ديه قبل بداية السنة المالية بتتحط وديه بتتعمل في نهاية السنة الايه المالية نشوفها على الشاشة مقارنة بين الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة الموازنة العامة بيان تقديري مفصل لنفقات الحكومة وإراداتها أما الحساب الختامي بيان فعلي مفصل فوق تقديري أما لتحت فعلي مفصل لنفقات الحكومة وإراداتها يبقى فوق أنا عملت حاجة تقديرية أما في الحساب الختامي أنا عملت حاجة تفصيلية لإني عرفت فعلا إيه اللي جاري نمرة اتنين الموازنة العامة بيكون عن فترة قادمة من الزمن فترة مجبلة السنة اللي جاية اما بالنسبة للحساب الختامي عن فترة مضت فترة سابقة فترة اللي مرت علينا السنة اللي فاتت بالزبط طيب كده دي كانت المقارنة طب هل الموازنة والحساب الختامي بيتطفقوا مع بعض في حاجة احنا عرفنا كده الاختلاف المبينهم بس هل الاتنين بيتطفقوا مع بعض في حاجة اكيد طبعا هو مين اللي بيعمل الموازنة قلنا مجلس الشعب طيب ومين يعمل الحساب الختامي? قلنا برضو هيحصل حساب ختامي هيتقدم برضو من مجلس الشعب وطبعاً إجاز المركزي للحسابات هيقدم تقريره عن الحساب الختامي في خلال 11 شهر زي ما احنا قلنا وبرضو مجلس الشعب هيعمل حساب ختامي فابنقول كده أوجه الاتفاق ما بين الموازنة العامة والحساب الختامي أنها هيجب إجازة كل من هم من السلطة التشعيع يبقى مين اللي هيصدق عليه؟ مين اللي هيصدق على الحساب الختامي أو اللي هيصدق على الموازنة العامة كده كده قلنا مين مجلس الشعب طيب نمرة اتنين أن الأساس الذي يتبع في طوكسيم الموازنة العامة يتبع أيضا في إعداد الحساب الختامي اللي أنا مشيت عليه في عمل الموازنة العامة هو هو باندو اللي أنا هتطبقه في الحساب الختامي بس على فكرة مع اختلاف المبادئ يعني مش كل المبادئ اللي في الموازنة العامة هتطبقها في الحساب الختامي مش كلها في مبادئة أنطبقها وفي مبادئة أكيد إيه؟ لا طيب فيه بعد كده اللي هو الرقابة المالية على تنفيذ الموزنة العامة للدولة بعمل رقابة مالية على تنفيذ الموزنة العامة للدولة أولاً بس كلمة رقابة يعني أتعني الرقابة على شيء السيطر عليه بعمل رقابة على حاجة يعني إيه؟ بحاول أسيطر عليه وإغداعه الأسلوك مرغوب يعني أنا برائب على شيء معين عشان أسيطر عليه وخليه يمشي على السلوك اللي أنا عايز والسلوك اللي أنا برغب فيه يبقى دي بي نسميها الرقابة فأكيد طبعاً أنا بعمل رقابة على الموازنة العامة بحيث تمشي زي ما أنا عايز بس الرقابة دي لها أو الرقابة الأساسية تشمل على مجموعة أسيات هنقولها دلوقتي زي ما احنا شايفين على شاشة واحد ضرورة تحديد السلوك الذي يمثل مستوى معقول لما يرتضيه القائم بالرقابة ويتحدد أسناء التخطيط لازم أنا أحدد السلوك اللي أنا عايز الموازنة تمشي عليه بالزبط أبعارف إيه السلوك اللي أنا عايز أتبعه الطريق اللي أنا عايز أمشي عليه بالزبط وطبعاً أكيد السلوك ده احنا محطينه أسناء التخطيط في وضع إيه الموازنة نمرة اتنين وضع الضمانات اللي تحكم السلوك أنا بحط ضمانات تحكم السلوك بتاعي أنا عايز السلوك ده يتنفز زي ما أنا عايز صح فأنا عشان أنفزه زي ما أنا عايز وطبقه زي ما أنا عايز هحط ضمانات عشان أضمن أنهم يمشوا على الضمانات دي ويطبقوه وأوصل للسلوك اللي أنا عايزه رقم 3 أتأكد من سريان الضمانات أثناء التنفيذ مش أنا حطي الضمانات أتأكد أن أثناء التنفيذ الضمانات دي بتتطبق يعني أنا مش هحط الضمانات وأكبر دماغي لا طبعا أنا هحط الضمانات وهتابع وهتأكد أن الضمانات دي بتتطبق بالفعل رقم أربعة متابعة التنفيذ أول بأول تمهيداً لاستقراء النتائج والتخاذ ما يلزم من إجراءات أنا لازم أتابع التنفيذ بتاعي أول بأول عشان هذا أنا أعرف وأشوف النتائج اللي حصلت إيه وابتدي أشوف هنا أنا عن النتائج دي أحدد الإجراءات اللي أنا هقوم بيها يعني وارد يحصل مثلاً عجز جامد جداً أو هيبدأ بقى بداية عجز جامد هيحصل عندي فابتدي ألحق نفسي بدري بدري فهنا متابعة التنفيذ أول بأول تمهيداً لاستقراء النتائج والتخاذ ما يلزم من إجراءات خمسة العودة بالسلوك إلى ما هو مرغوب مرة إيه أخرى لو كان حصل عندي مثلاً يعني ممشتش على السلوك المرغوب فأنا طبعاً لما عملنا متابعة على السلوك المرغوب لما عملتم متابعة على تنفيذ الموازنة لقيت فيه أخطاء فهبتدي أعمل إيه قلت؟ قلت إن أنا أول ما لقي الأخطاء دي هبتدي إيه أعليجها صح كده؟ فبعد ما عليك هاي اللي يحصل هعود تاني للسلوك اللي إحنا كنا عايزينه فاللي هي بنواناً على رقم خمسة العودة بالسلوك إلى ما هو مرغوب مرة إيه أخرى رقم ستة تحليل بيانات المتابعة للتقييم والتعديل للخطط حسبما تكشف عنه نتائج المتابعة والإيه والتقييم في النهاية بعمل تحليل لبيانات المتابعة هو أنا بعمل تحليل إيه؟ عشان أتقيم وعدل الخطة باللي أنا وصلت له مش أنا في النهاية بعد ما أعمل تحليل وبعد التحليل هقيم التحليل بتاعي دوت وأعرف أنا وصلت لإيه؟ وبناء أنا عليه أشوف أمشي زي ما أنا مكمل وأشوف كده أنا أكده ماشي فعلاً في الطريق الصح ولا فين حرافات حصلت عندي فابتدي أعدل السلوك بتاعي وخليه واصل إلى السلوك الصحيح طبعاً كده يبنهاية الجزء بتاعنا بتاعة الموازنة العامة اللي هو في اللوايح المالية هنراجع بس مع بعض كده الجزء بسيط بشكل شافه وكده عن اللوايح الإدارية في اللوايح الإدارية كلمنا في الأول عن القرار الإداري وعرفنا إيه هو القرار الإداري لما قلنا إفصاح جية الإدارة عن إراداتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتدى القوانين واللوايح بهدف إحداث أثر قانوني معين كلمة قرار إداري اللي أنا بتخذ قرار بفسح عن اللجواية بقول عن اللجواية أنا مثلاً شخص لي سلطة معينة أصدرت قرار بتعيين شخص في جهة معينة طيب يشمعنا أنا اللي أصدرت هذا القرار لأن القانون أعطاني السلطة والصلاحية اللي أنا أصدر هذا القرار طيب إيه اللي اهترتب على القرار اللي أنا أصدرته دوت إن الشخص دوت مثلاً أصبح موظف عندي فده هنا بنسميه إيه القرار الإداري القرارات الإدارية عندي بتنقسم إلى أربع أنواع من القرارات قرار سلبي وقرار إيجابي وقرار فردي وقرار تنظيمي نقولهم واحدة واحدة نفهمهم يعني مش لازم نقول تعريفات بس هنفهمها كده بشكل واضح يعني إيه قرار فردي أو قرار سلبي أو قرار تنظيمي أو قرار إيجابي أول حاجة القرار السلبي القرار السلبي اللي أنا بمتنع عن فعل شيء ندي مثال بسيط وزارة تربية وتعليم أصدرت قرار بتعيين معلم داخل المدرسة المعلم خاد الوراء وراح للمدير يسلمه المدير رفض إنه هو يستلم هذي الأوراق ومرضاش يدخله المدرسة ومرضاش يخليه يمضي ومرضاش يعينه داخل المدرسة هنا المدير قام بإيه؟ قام بقرار سلبي امتنع عن فعل شيء كان المفروض هيقوم بيه بس رفض إنه هو يقوم بيه قرار إيجابي لما أنا بقوم بفعل شيء القانون فرضوا عليها أصدرت وزارة تربية وتعليم قرار بتعيين مدرس في المدرسة أولا ما المدرس جاب الوراء للمدير المدير خاد الوراء ومضى المدرس والمدرس أصبح موظف عندنا داخل المدرسة يبقى ده اسمه قرار إيه؟ إيجابي فيه قرار بعد كده فردي فردي لما أكون بتكلم عن شخص معين بذاته يعني بقول شخص معين اسمه كذا ساكن في مكان كذا سنه كذا خريك كذا أنا عينته في الوزارة يبقى أنا حددت شخص معين بذاته فهنا اسمه قرار فردي صادر تجاه فردي معين بذاته فيه قرار تنظيمي قرار تنظيمي أنا مش بتكلم عن فردي معين أنا بتكلم عن صفة أو جماعة كبيرة ندي مثلا مثال يقرب لي الموضوع شوية أصدرت قرار مثلا جميع مثلا المحلات تقفل الساعة عشرة هلأ أنا تكلمت عن حاجة معينة شخص معين لا أنا تكلمت عن صفة اللي هي مثلا المحلات فلازم أن هذه المحلات تقفل في محلات معينة أنا ما بلغت شخص معين لأنا بلغت جماعة كبيرة قوي فهنا بيسمى قرار إيه؟ قرار تنظيمي يبقى كده أنا قلت أربع أنواع من القرارات طيب برضو فكرة اللي احنا بنقول القرار الفردي والقرار التنظيمي لأنه هنعرف أو عرفنا في المادة بتاعت اللويح أنه فيه قرارات فردية يجوز إلغائها وفيه قرارات فردية يجوز سحبها وفيه قرارات تنظيمية يجوز إلغائها وفيه قرارات تنظيمية يجوز سحبها لأنه احنا كلمنا قبل كده عن موضوع السحب وإلغاء القرار الإداري سواء مثلا الغاء اللي أنا بلغيه بالنسبة للمستقبل فقط والسحب لما احنا قلنا أن أنا ممكن أسحبه ماضي ومستقبل طيب برضو الفكرة بتاعت الكرار الفردي والتنظيمي أن أنا ببقى عايز أعرف الكرار الفردي أنت تعرفه إزاي يعني كانت فيه ضوابط للشخص يعرف الكرار الفردي وفيه ضوابط عشان يعرف الكرار التنظيمي تابعا كنت ببلغ مثلا الفرد بالكرار الفردي أو الجماعة بالكرار التنظيمي إزاي فكان عندي وسائل كان عندي وسائل النشر أو وسائل العلمي بالقرار الإداري زي النشر وزي الإعلان وزي العلم اليقيني زي ما احنا قلنا قبل كده أن انت عشان تعرف القرار اللي صدر تجاهك فعندي ثلاث وسائل ممكن نعرفها بيهم اللي هو النشر أو الإعلان أو العلم اليقيني النشر مثلا زي ما كنا بننشر القرار الإداري اللي بيوظر في جريدة رسمية صحي كده؟ طب بالعقل كده لما نيجي نتكلم عن كلمة النشر أنا هنشر قرار في جريدة رسمية يبقى هنشر قرار فردي ولا قرار تنظيمي أكيد طبعا قرار تنظيمي لأنني عايز أبلغ ناس كتير جدا مش فرد واحد صح فأنا هعمله نشر في جريدة رسمية أما الإعلان الإعلان يعني أبلغ صاحب الشأن بالقرار اللي صدر تجاههم طيب أكيد هعمل إعلان لقرار تنظيمي ولا قرار فردي طب بالعقل كده نحسبها لو قرارة تنظيمة أنا بقول جميع المحلات تقفل الساعة عشر لو أنا رحت عملت لهم إعلان همر على محل محل لأقول له إيه في الساعة عشر تبدأ المحلات كتير جدا ملهاش حص وعمر ما قدر أوصل إلى محلات كلها وعمر ما قدر بلغ الناس دي كلها ففي القرارات التنظيمية أنا بعمل لها نشر أما القرار الفردي هو الوحيد بس اللي بعمل له إيه إعلان ده كمان القرار الفردي لو أنا نشرته في جريدة رسمية لازم نعمل للشخص ليه إعلان طيب برضو كانت من وسائل العلم بالقرار الإداري احنا قلنا كده تلاتة النشر والإعلان والعلم اليقيني العلم اليقيني اللي هو علم صاحب الشأن أو العلم اليقيني اللي هو العلم اللي بيقيني وليس أظني يعني الشخص عرف القرار اللي صدر تجاهه علم يقيني ما ينفعش يقول ليه أنا على ما أظن صدر تجاه القرار أو على ما أظن عارف القرار لا 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 علم يقيني يعني أنت يعني على يقين بالقرار اللي صدر بالزبط العلم اليقيني ممكن يتم فيه القرار الفردي وممكن يتم فيه القرار التنظيمي وبكده تكون نهاية الحلقة بتاعتنا وإلى لقاء آخر إن شاء الله في الحلقات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا